تواصل مصر سعيها الدأوب نحو تطوير قدراتها على كل الأسعادة بما ينعكس إيجابا على مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ولتحقيق هذه المستهدفات وقعت مصر في عام 2015 اتفاقية إقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة بمطروح سعيا نحو دخول النادي النووية واستشراف الاقتصاد مجالات أرحبة وأوسع وقعت مصر في 19 نوفمبر عام 2015 اتفاقية مع روسيا لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في منطقة الضبعة بمحافظة مطروح بقدرة 1100 ميجاوات وبتكلفة إجمالية قدرها 28.5 مليار دولار مفاعلات المحطة الأربعة والتي تعمل شركة روس أتوم على إنشائها هي من الجيل الثالث المطور والذي يتميز بارتفاع معدلات الأمان وبساطة التصميم وانخفاض التكاليف والعمر الافتراضي الكبير الذي يصل إلى أكثر من 60 عاما مقارنة بالمحطات الحرارية وسيتم تشغيلها وفقا لمعايير أمان صارمة على صعيدي البيئة والأمان النووي حيث تم تصميمها لتقاوم خطأ المشغل البشري مع إنشاء وعائي الاحتواء الخرسانية ليتحمل الصدام طائرة تجارية بوزن 400 طن وبسرعة 150 مترا في الثانية مزايا وفوائد متعددة لمصر من خلال إنشاء محطة الضبع النووية تتمثل في تعزيز إنتاج البلاد من الكهرباء وتنويع مصادرها من الطاقة البديلة غير الناضبة والرخيصة نسبيا وتقليل اعتمادها على النفط والغاز وتجنيبها تقلبات الأسعار فضلا عن تميز الطاقة النووية بنظافتها وعدم الإضرار بالبيئة هذا ويؤهل المشروع العلماء والمهندسين المصريين في مجال تكنولوجيا المحطات النووية والأمان النووي بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب خلال مراحل التنفيذ سواء في مجالات الإنشاءات أو الصناعات المكملة أو المجالات الأخرى كما يعد مشروع محطة الضبع للطاقة النووية عنصرا مهما في استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030